احنا دلوقتي يكلين على اهم المزارات الدينية في مصر وهو مدان المرسي ابو العباس ومسجد المرسي ابو العباس طبعا دم المزارات والمفاصل الدينية والسياحية على مستوى الجمهورية اه بس اوه في شغله ليه اكيد احنا مرضو يعني الدولة كانت خريصة على المناطق خلي بالك احنا بنكلم عن مسجد تراسي وميدان تراسي ويجب ان يعمل معاملة الاغذار وزبوب عشان كده كان فيه الدولة فهمت الرئيس امر لتطوير بعض المزارات الدينية والمساجد التراسية وكان منها مسجد المرسي ابو العباس وازاي كونا حرسين ان احنا في عملية تطويره نعين ليه تراسيته وقدسيته اللي كانت موجودة طبعا زي ما انت شايف الخارج اه المسجد وخارج المنطقة فيه شغل شغل عبنا اشغالات كتير فيه المرقيح فيه ملاهي كل ده امر غير لايق بالنسبة للمكان كمزار ومقصد ديني فعشان كده بدأنا عملية تطوير خارج يبقى مصرية المدان بالكامل ومن الداخل بالكامل حيتم التثغمين والتطوير وعمل ممشى سياحي السياحي داخل اه ممشى سياحي دائري احنا مش مزغي نورسي ابو عباس فقط احنا عندنا العديد من مزارات موجودة داخل داخل مكان اه ننتقى دي داخل مزارات عندنا مزن دي قوت العرف اه وعندنا الامام البصيري اه وعندنا اه اه اضرحة لعدد كبير جدا من اولياء الله الصالحين موجودين اه فكل دي مزارات موجودة تحت فاحنا الفكرة عملية التطوير انه يبقى احناك ممشى ممشى دائري اه يمر بحيث ان السايح يمر على المقاصب الدينية او الزائرين يمر على المقاصب الدينية كلها دون اه 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 يعني انا لو عايز اعمل يوم في اه في زيارة دينية حاجي بممشى اه وفق الرسوم الهندسية الجديدة وعملية التطوير عملية تطوير لا يصلح ان كل اسناء الاحتفالات الدينية يبقى مزار مضيط شه تبدل حيبقى فيه مزار لائق ومكان لائق اه كل الزائرين تمشي فيه وطبعا ده حاجة اه رائعة عملية التطول بتتم بشكل معين مهم جدا اللي هو تحافظ على التراصي في المكان ازايك عامل ايه انا معاك اه انا معاك ازايك الحمد لله عبر انت اتو محافظ؟ اه انت عاوز ايه 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 لا محافظة ايكس الله يكرم ايه 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 اه 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 طبعا اللي عندي كبد ايه اه ايه 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 مج Pale my طب 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 طبعا اللي من قام سيدي الموسى بن عبدالاس سيد الموسى بن عبدالاس من موسيا بلاد Finland طلح اه 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 والبعطاشر من الهجرية. اه نرسل معكس طبعا من الشخصيات الاسلامية العريطة. اه المرسي اه نشأ في اسبانيا في بيات الامدانس. عزم على حج بيت الله معه. اه هو والده والدته. انه. فغرقت السخينة من قرب من تونس. فلتبخى ولاد بشايفه ابن حسن الشرسلي. اه. فاتى بي ابن حسن الشرسلي الى اه مصر ابو ناس. وهزي الممتطقة يعني شهدت عديد كيز الامليات. والعديد بي ربما امان. طبعا انا اه سيد المرسي وانا دو احمد رجل. ماشيون? وبينتو السيد ابو جاف ايه? اه اه. ايه كملته? هلالحد عنين? شو قلت ايه? نأمة اللي صغيرة. اه. اه. شوف اه اه اوما الراحة نفسية مجرد ما ادخلت المكان. اه اه. مجرد ما دخلت المكان تشفر راحة نفسية. خلاص. ما عندي اعرف ده. ما هو بقى في حاجة بتعمل التقى الجبال. ايه. تعرف ما ملح الصفر ده. ما هم التقى ده ايه. 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 اشتركوا في القناة بمعنى ايه انت ممكن طيارة طيران عارض يوصل شرمشين يوصل الغرداء يوصل اماكن اخرى الغريب في الامر الاسكندرية مكانش هزين الميز ليست مدينة مستقلة سياحية تفضل اتنا اللي جابة صعبة حمده لكن احنا ليه ليه مش مستقلة سياحية ليه ليه ما عنديش سياح جاي اسكندرية ايه خلينا اقول لك لو احنا تتبعنا المحافظات السياحية في مصر هلاقي البحر الاحمر مشارم الشيخ سياحة الساحلية الشاطئية طيب لوصر اسوان سياحة اسارية اسكندرية فيها الاتنين فيها السياحة الساحلية والشاطئية والتراسية والتاريخية وفيها اقدم من هذه المحافظات والحقيقة طول امرها السياحة الداخلية بنسبة 100% ولكن مظلومة في السياحة الخارجية ايه بل انت هنا بحر متواصل لانها لم تروج لها الترويج الكافي بمزارات اسكندرية لما انا اقول لك عندي مزارات من كل العصور العصر بطلمن والعصر القبطي العصر يوناني تسلي كل سياح البحر متواصل اللي هي الاسار اللي تحت الماء ده متاح احنا عندنا مدينة تحت الماء طيب انا مش اقدر رواه بمدينة تحت الماء دي محتاجة تضافر الالعة وروعتها وجمالها هنشوفها المقابر الخاصة بالعصر البطلم اللي موجودة كوم الشقافة المتحف المجاهرات المتاحف اللي موجودة عندنا المكتبة نفسها مظهر رائع طيب ده مظهر السقافة لكن انا ما يكون عندي مدينة تحت الماء رجل ده اللي عنده حدة قصر تحت الماء او عنده مركب غرقان تحت الماء بيجيب عالم كله طيب دي محتاجة طبعا انا عارف طبعا موضوع المدينة الغربة تحت الماء لا بالعكس اللي انا اشوف انا احنا محتاجة معلش يعني السيد احمد عيسى وزير السياحة والاثار اكيد بيسمعنا بكل قبرار السياحة بيسمعون اسكندرية لوحدها تعمل سياحة لا تعمل سياحة لمصر بالكامل كلها يعني مسادتك النهاردة اقل رهلة سياحية لاسكندرية فقط 6 ايام ما بين تحت الماء وفوق الماء وفوق الاثار رجل ده انت يعني ومش حيخلص وما يخلص ومش حيخلص عدد المزارات الموجودة عندنا ايضا لو كرب من كل عصو المازلت الخاص بالالعة هاي حس اي sich بالماء حاجز الماء الحاجز الماء هاي حاجز المائين اه اه اعوزك تهرف الحاجز المائين اللي احنا شىفينها دي ممكن بعد آآ سنة اثنين يبغت لها نزلة تحت الماء التنزلة تعالى تظال هي حاصة تكسر الموجة يبغت لها تكسر الموجة من فاة تكسر الماء وポيت انية يبغت لها غبوط لو احنا شايفين الطلعة من جنبها على طول حتها في حجارة جيدة معمولة عليها كده بشكل اللي هو ايه ان ايه عمليات هتنالو بتردب البحر بتردب البحر بتردب البحر اه اه بايا بنكسر الامواك عشاز بتعملش نح تدمر الاثار بكاية اه عندي باس قاري لو انا بسيت هنا دي يخوت اكين فين نصيب اسكندرية من سياحة اليخوت لا يوجد الان الا اذا اللي يفوت طخص وملهاش تصيب لغاية دلوقتي يعني ايه اه 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 لا احنا نصيبنا بأمانة بجد اه السياحة السياحة الداخلية السياحة الشواطئ دي احنا اه السياحة الداخلية اه اه وده الان في ان احنا عندنا السياحة العربية كبيرة اه واما لما تراجع الفنادق تقص السياحة اطلق ليبيا 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 ليبنانية اردنية خليجية كويت وامارات اعداد لا بأس بها ولكن ده اللي احنا عاوزينه ونطمح في الاسكندرية لا لسه قدامنا كثير جدا عشان نصل المساحة السياحية اللي احنا عوزينها الاسكندرية لكن السياحة اليخوت دي محتاج نقل التانية خالص احنا محتاجين مراسي يخوت اصلا نبدأ بها ليه انت ما عندكش ولا مرسة عندنا مرسة واحد ويعني ايه حنقولي يعنس مش هو المرس السياح الكبير اللي انا ممكن استخدمه للسياحة اليخوت زي المرس اللي موجودة في البحر يا حمر وشاوب الشاي واللي موجودة في البحر المتوسط اه يعني فيه فيه مواني على البحر المتوسط فيه مواني كثير لكن انا شايف المرسة حاجة صغيرة طب لو شفنا بعد مرسة حيا كان فيه مرسة انشئ ولكن ما ايه ما اشتغلش انشئ من حوالي عشر اتنوش عشر سنة لكن ما اشتغلش ما اعرفش الحياة ظروفه ايه ايه لكن محتاج ان احنا يتعمل يتنظم وزارة السياحة والثقافة بالتنصير معها يعني انت مش يعني المرضى مثلا لو انعملت سباق يخوت او اه يعني من المنافسات اللي بتتم على اليخوت في اسكندرية انت عندك 54 اسكندرية انت مرتبطين ببعض انت بتخاطرهم انت مبينت وجنم جروب في تفاقيات مع الدول الروبية والعواصم العالمية على مستوى العالم كله بتحاول تعمل التفاقيات تآخي مع مدينة اسكندرية المصري انا النهاردة انا رجل اقدم اسكندرية مقدرش عمل دعوة لسه كاندريات يقولي هنا عمل معهم تآخي ده مقدرش قبل الحوار قلتيني انا الان على اسكندرية لان كل التقارير العلمية المناخية التي عشتها او زورتها او حضرت مؤتمرات كلها تؤكد ان اسكندرية ستغرق ايه فكاة دي هل انا بخوف الناس كده اه اصحة صحة احنا التقاريرات من الخير اللي بشهدها العالم اجمل مزبوط اختصار شديد جدا الاتفاع درجات الحرارة زيادة منسوب بسطح البحار والمحيطات وخاصة البحر العالم المتوسط الامر الليزي يؤدي الى اه نحر العديد من الشاطئ زيادة الانبعاثات الكربونية الموجودة على مستوى العالم اجمع تؤدي الى زوبان الجليد زوبان الجليد ينزل في البحر حار ينزل في البحر حار يؤدي الى ارتفاع واختلفت البحر العالمية في مساحة هذا الاتفاع احنا وصلنا لغاية فين حتى نكون صادقين امحس 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 لايزة تلا نفس الزيوع بتقول ايه اه لا هي كلها بحس علمية اه ادراع تجارب عائوة اه ليها فبراء عالميين بيجروح على مسؤول العالم بتقول ايه بتقول لا اسكندرية مش معرضة الغرق بهذه الزيادة وقفية زيادة في الامطار كانت ارتفاع في منصوب سطح البحر ولكن مش معرضة للغرب هناك احس لك لا ممكن يمر على اسكندرية بعض الموجات المشبهة لتسونامي كل دي كل احس لا وكلها ونظرات علمية وتواصلت مع السيد وزير راية السابق الحقيقة وكنت على تواصل مع مستمر بشوف الأبحاث العلمية اللي موجودة في المعاهد اللي عندهم وحقيقة قالوا لي احنا بنفض اه يعني الوسط في هزي الامور ماذا فعلت ده النقطة المهمة جدا ماذا فعلت الدولة احنا عملنا بقى الدولة عملت حاجة رائعة سبع مشاريع ضخمة جدا على شواطئ اسكندرية الحجارة الضخمة اللي الناس بتشوفها دي وشكلها مش مش كويس الحجارة دي بتحط بشكل معين فيه او على بعد مسافات معينة في البحر عشان يتكسر عليها الأبواج اللي ممكن تعلو عشان أوات المواد عظيم تمتص الصدمة الموجية وتمنع النحر وتمنع تمنع عملية الضحر تصد الموجات تكون تحلي الشواطئ الخاصة باسكندرية آمنة أكثر سكونة وأكيد وهدوءا لأن النحر صعب جدا النحر الخاص سبعة مشروعات سبعة مشروعات سبعة مشروعات والناس تقول لك بتردم البحر وانتهينا منهم الناس بتقول لك بتردم البحر على بكرة السبعة مشروعات مليار وستمائة وستين مليون جنيه ومنهم مشروع واحد خاص بالألعر تم تأمين الألعر تماما ألعر طايت باي من أي عامل للنحر أو إلى موضة تضربها أو أي رتفاعات للمياه يعني إسكندرية بتصرف كتير قوي أكيد أكيد احنا عندنا كل الوزارات بتصب في إسكندرية تسألني عن مشروع بس هو خاصة المشاريع التابعة لحفظ إسكندرية قلت لما بتكلمني على مشروع قلت مصر بقول لك 408 مليون جنيه تكلمني عن مشروع ما بتكلمناش فيه شارع النبي دانيال قد وشارع في التاريخ 108 مليون جنيه ويتكلم على حلقة السمك النهاردة وشفت الرواعة بس 308 مليون جنيه نفق 45 250 مليون جنيه أنا حافظ المبالغ دي بشكل أنا بتعام معها يوميا وانزل أمر على المشاريع اللي أتباحها ونشوف الوضع فيها إيه السوق الحاضري فقط اللي في غدان محط مصر أنا قلت 120 مليون تكلمني كان يهمني جدا ان المشاهد على مستوى مصر بالدهر يعرف المشروعات اللي بتكون بيها الدولة في اسكندرية حجمها ايه ونمدرها ايه مشروع حلقة السمك ده كان مشروع اهم جدا بدأنا بيه من حوالي سنة ونصف ازاي مدينة ساحلية عروس البحر العبض المقاصر يبقى فيها حلقة السمك لم يتم تطورها منذ عن 1834 اللي هي هن اللي احنا فيها هدلوقت ده مرنة تراصي من ورد نحن جيت اسكندرية شفت الفاعة والتجار السمك فرشين برر ويفت طو عنك وزعلت ازاي سابيني حلقة بوه ببقين تبلوش برر دخلت جو فالسادين قالوا اتعالي نورني جوه انا ما بوتش بتخيل المنظر ده والشكل ده في حلقة سمك خاصة لمحافظة الاسكندرية بالعاصمة الثانية لمصر بافضم سكندريات العالم حلقة لا تليل زي ما انت واقف بعيد شامل من رائح اللي مش كويسة والصرف الصحي اللي طافح الشبابيك المكسرة رغم من طراز معماري لطيق اكيد طبعا لانه مبنى طراسي منشأ من قبل من سنة 1800 تقريبا اه اه نعم فازاي بقى الحلقة بالمنظر ده اه تخيل ان انا كمسؤول انا وفاية انهم يفوشوا بره طلقت منشوف لابد ان الدولة تشوف حل وعرضنا الامر على دولة رئيس الوزراء فامر الفورا يتم تطوير حلقة السماء طب المساحة الصغيرة دي هل تليل مسكندرية طبعا لا فكان الحل ان احنا عندنا ارض خلف الحلقة بمساحة 2000 متر تقريبا لابد ان تستغل طب ازاي ايه تم عملية التطوير والتجار دي تفضل شغالة اه تظل شغالة لحد ما ينجز عملية الدولة من جزء عملية المهم فاحنا المشروع ده اللي احنا فيه ده اه يكلف بكام ومده الزمن يقدي احنا نصقنا انه ده الزمن يكون عامين فضل عامين وان شاء الله خلال من ثلاث شغول لخمس شغول حيكون انتهى جميع العمل بإذن الله طيب احنا عاوزين نشوف بعد كده احنا بنعمل هي في الحلقة الجديدة اللي حنشوفها دلوقتي وبعد كده حنطور المبنى الكراسي ده يتن ازاي سألتني السؤال مهم جدا التكلفة التكلفة حتكون 308 مليون جنيه تقريبا ده عامل الدراسة والمشروع جاهز وعد تنفيذ صحيح مضبوط ده قليت الهندسة في جمعة اسكندرية عامل الدراسة جزء عامل المبنى المطور جديد عاملية تطوير المبنى التراسي اللي احنا موجودين فيه ده هم المشرتين كمركز هندسي على جميع الاعمال احدى الشركات الجبرى هي اللي بدنا نقوم بهذا العمل عشان في النهاية نبرج بحلقة سمت طليت بمحافظة الاسكندرية او الحلقة الجديدة تحل المحل على حلقة القديمة؟ اكيد طبعا الحلقة الجديدة حيبقى مكانها اوفع لمخلف على البحر على الطول اه مساحتها اه كبيرة جدا ارتفاع من تنسي خصص المكان ده الايه؟ المكان ده حيبط طبعا ده مكان تراسي ممنوع العبس فيه نهائيا الا تحت اشراف ادارة التراس في دول محافظة الاسكندرية وده اللي حيتامل مجموعة من المطاعم اه الخاصة باكل السمت في اسكندرية يكون مطاعم على مستوى عالي او مستوى بطاست يصبح لكل العوساط ويكون فيه مطاعم سياحية واذا لو صعدنا اعلى مبنى حنشوف البحر كله بشكل جميل حيبقى مبنى شفاف اه 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 مجموعة المطاعم دي شفافة كلها عشان تشوف البحر عشان يتبع مكيفة يعني اذين مطاعم زغغير او شفاف طلع عند وجهي حشان تبقى مكيفة ويبقى شايفة الفيوو الخاص بالبحر وتبقى مفهاش جرام كم الروايح ده لان ده لو علاج بستردام صرف خاص بالحلقة نفسها صرف صحي خاص بها بحيس ان اهل المنطقة الحمد بيه يعني مش عاوز اقول لك تمنطقة ضبرلين لانديك وسعادتهم الاصر البيه طبعا طبعا وسعادتهم لما شافوا بدأنا نعمل عملك تطوير جولك احنا عيشنا حياتنا كلها يهازن حلقة جديدة قريبة من هنا جنبنا على فوق طب فتح ان نشوفها يضم كمان المبنى الخلفي ده ده عشان يبقى مبنى متكامل حيبقى فيه المخازن التلاجات الحلقة نفسها التجار الجملة بعض التجار التجزئة كل الصيادين حيبقى لهم محل فيه موجود فيه الحلقة يستوعب قد دين يستوعب كم محل احنا عاملينه عشان يستوعب كل تجار السمك اللي موجودين عندنا في اسكندرية ها صدق اسكندرية كلها يبقى لان ما ادرش انا اخلي فيه تجار كبيرة جدا يبقى لهم محلات كبيرة وفيه تجار حسب الحجم حسب الحجم لبعنا ذلك انت عندك فرقة تعمل برصة اسماكن هي برصة الاسباك وده احنا اسكندرية اللي بتحدد عصار الاسباك على مستوى المريد احنا اهم حلقة سمت في مصة وكلها الانتاج بتاعنا كميات خيالية لو شفت الزريعة اللي احنا بنحطوهم في بحيرة مريوت اللي هتهلل الانتاجية خلال عدة شهور من ثلاثة طن في اليوم لسبعة وخمسين طن في اليوم باش دكتور لسبعة وخمسين طن يوميا اسماك من السمك المبوك اللي هو الفضي او السمك البولسي او المبوك اكي وحشاش ده كنا اه اه مع السرور السمكية من اه اربع ايام اه في بحيرة مريوت انت كمان رايح اه بحيرة مريوت طبعا اه ده ده فخامة الريس كان مهتم جدا بتطيير المحارات عن مستوى المرية منها بحيرة مريوت عشان نزود المخزون السمك الخاص بمصر كلها اه الانتاجية في اليوم عندي تتراوح من خمسين الى سبعة وخمسين طن يوميا ده من البحيرة فقط ده غير الانتاجية بتاعت الخاصة بالبحيرة انه تاجية مختلفة تماما وضخمة جدا وبيتوزع من عندنا سمك على المستوى المحافظات بولها وبرس السمك اللي عندنا وحالة السمك اللي عندنا بتحنن سامن السمك على المستوى المستوى المرية اه في بي محافظات لها اه اه حلقات كبيرة جدا زي بورس عيد وبحر الاحمر لكن احنا احنا اسكندرية احنا اكبر حالة اه البشمان بس عايزي والندايق اه السرح لنا بقى احنا كنا في حلقة سمك اه تراثية جميلة جدا سنحوز سبعة وثمانين متر مسطح اه كان فيها كل القديم سوى مئاتامين التي كنا فيه عائبة تتغريب عليها ومش مكافرية ومش معرضية كل الاسلامات اه فبدأنا نعمل جنب الحلقة مباشرة تمنى يحاكي الحلقة القديمة وفي نفس الوقت ما يرأس عليها ونرجع بالمبنى التراثي الاتمتر من الاصلية وندي وسيعة اكبر كتير جدا خدمات اكتر كتير للصيابين. اه وليه بايعين يعني حتى بايعين الافطاعي عملنا حسابهم في اه في المسطح كامل. اه. لفص الافطاعي وضع الجملة طبعا سفكرنا نفس الناس اللي كانوا موجودين بالاضافة الاماكن الاضافية. كويس. غير بقى رسدامات الاضافية اللي اضافناها زي التلاجات زي اماكن المخازن التلجس غير الاماكن الاستثمارية اللي حتساعد ترويج الاسماك اللي موجودة من المطاعم. هتبقى اربع ادوار مش كان? هتبقى اربع ادوار فوق الحلقة الجديدة. الحلقة فين بقى السلطة الحلقة الكديدة? الحلقة الجديدة ما ايه دي? المنتج النهاج. الجزء الجانبي ده حيبقى فود كورت حوالين الحلقة القديمة اللي هتبقى هترجع على الراونقها القديم اللي هو كان موجوز عليه كان في يوم لأيام بلدية سكنجرية. فهتبقى هترجع ترجع على ميد الفيديو. مبنى ده كان البلدية قبل لبادتكون حلقة السمل. مبنى دراسي. بحقول هيبقى داخلية. وهو ده من داخلية. الحلقة القديمة اه بالزبط. الحلقة القديمة. بالزبط. وده التصميم الداخلي. بالزبط. المطاعم اللي سأتي كنت تكلم عنها? اهى هاية ده اللي كنا نتكلم عنها. ونقول المطاعم طاليت باسكندرية وطاليت با اه اه الساحب اسكندرية. ايه. ده شكل الحلقة الجديدة بقى بعد ما اه وزعناها تاني بشكل مدرن حديث. اه يقدر يتناسب مع العصر اللي احنا فيه ومع الانسانيات المفروض تتاحن. انا عاوز تشوف الصورة الكو دي. دي بقى بتبين كل. الحلقة القديمة بقى شوفت تراثية. اه. شكلها ازاي الصغيرة دي. بس بقى توعدة من الكل. اه. 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 عندك مجمع اه. بالزلط. انا عاوز. شوف الكبري. ايوه. بيفسل اه. اه. انا نخش من هنا الحلق اللي. ندخل على المنى الحلق اه. 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 ام دكتور يوضح. اه اه. اه اه. اه يقف هنا كنه. اه. هنا دي السحر رئيسي اللي هيكون فيها تبارك البملف. اه. بي كامل في الحتة دي. ودي باتياد بتاعتنا. كل باكية وراها. اه. المحل بتاعها وجوز ما تتامي يفوق. اه. الحتة دي هتتغطى بسكاي لايس ازاز مقفولي. بحيس ان المنطار دي تبقى محمية تماما. اه. ونورة. ونورة طبعا. اه. ما دخلنش بقى في العمليات الراصر. هو التجارات من اخيه بحر فقط. لا. الانطار دي كلها اللي بتقعد على اه الاسفلت. كل مرسوف السنادي. بتدمره طبعا. بتخليه زي الرملة. ونعم عليه عاوز اقتر ارصف تاني العام القادم لانيش حقدر اخلي ناس تقعد في الشارع بالشكل ده. واحيانا الخطة ما 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 تقدرش تسعفني. بأجل بعض الشوارع للعامل يالي. الناس بتزعل. وباضطر استخدم. الميزانية الخاصة بالمحافظة بهيه عن الخرطة الاسمارية. ان انا احاول ااخد منها مبالج. اعمل بها رسم زي ما احنا عملنا في شارع مستفى كامل. اه من تلفيين حوالي ستين مليون جنيه. الخزانة الخاصة بالمحافظة اللي هي اه اه بنفرد. ناس اه تيد مشروع السراتيجية اللي بنجم لم لا نادارة بيانة امطاف اسكندرية اللي بدأها نفط بتر فيها من بعدها قام 16 و安ًا ogi grips the Nocturne مائت الابطار اللي بتنزز عندنا فسكندرية واصمعت النواد تشحبوه مشكلة بالنسبة لها ده دم نفط لنا ستير وASTMression tranquilnowns على مقدار السنة النواد هذه الص compliance اللي بتنزي عذلك فم paint loalk Life تنزز عندنا كيف نواد يضع ديه عشرة مليون dakika مفاحة ما يبينزع اسكندرية المنية التحتية والسكية لم يعود على أمن وفي ذلك تماني ترون مولاً للشتاء كميات الأنطاق التراكم في الشوارع وتصل إلى معين صندوق تمثي وصندوق بعض المناصق تمثي فيها إلى مت في المناطق العشوائية إذا احنا نلفتها القادمة نندلها على مناطق أخرى أو على وشيء في حين سجيبة الشانطة هل ديني يباش من ديسة تشتغل كل ناس إيه اللي احنا بنعمله في السرطة وإحنا بدأنا المرحلة الأولى بتفع مشروعات نفز منهم تلاتة لسنة اللي فاتت وفعلاً بدأوا في الخدمة لسنة اللي فاتت في النواة اللي فاتت وقدوا مستوى جيد وفعالية جيدة يعني ما شفنش أي تراكمات مياه في المناطق اللي احنا الحمد لله نفزناها منطقة لوران ومنطقة الشطبي ومنطقة في لوباطرة إن شاء الله احنا شغالين في اسموحة وشغالين في منطقة سيدي بشر وشارع محمد نجيم المشروع له فايدة مباشرة وفايدة غير مباشرة فايدة المباشرة تصريف مية الأمطار من الأراضي أو من المسطحات لها بتتخدم فعليا بالشنايش والمطابق وفطن الخضار اللي موجودة فيها والفايدة غير مباشرة هي تقليل الأحمال بتاعت مية المطر على شبكات الصرف الصحي اللي موجودة عندنا وبالتالي لما بنخفف ضغط على محطات الصرف في ملاطق تانية بيكون فئة مية بتتصرف مش بنامل فيها شنايش ولا حاجة ولكن بشكل غير مباشر المية بتاعتها بنقدر نحولها على محطات الصرف وبالتالي تبضى لفن إحنا السرافجية دي عبارة عن شبكة مديدة متكاملة لإدارة مية الأمطار بعيدة عن شوكة الصرف الصعب الماء الصد من الان براح انت كلها أستفيد من المياه لم ترى بصفة الموصف باعتها الشخص في المياه خلال السنوات الأفيرة المياه من قرد كلها إزاي ودمتي غزارة إزاي أستفيد منها وأكوّلها بالدلسطة جديدة عشام أستفيدها بالزراعة ده المعصد من المشروع الكتير تنلفة كم؟ بعد اكتير احنا للمرحلة الحالية الثلاث مشاريع الأولى كانت 250 مليون جنيه الثلاث مشاريع حالية 850 مليون جنيه هم بتزيد هم مليون جنيه فاندم احنا بنحاول نستهدف ان احنا نخلص قبل النوات القادمة إن شاء الله ويعني احنا برضو لنا تجربة سابقة التلت مشاريع اللي فاتوا رغم انهم كانوا على البحر وكانوا في أزحم حجثة في اسكندرية احنا خدنا فيهم تسعين يوم بالزبط شاملين الدراسة والأعمال المساحية لأن احنا برضو عشان نقدر نعمل شغل لأعمال مساحية وحاجات زي كده ودراسات كان برضو لازم ننزل على الأرض وده تطلب كل تسعين يوم بالصبت تقريبا خلصنا فيهم حوالي 250 ألف متر مربع اسفانت وخدمنا مسطح أرض مليون وسكين ألف متر مربع دول خرجناهم من شبكة الصرف الصحي إلى شبكة مستقلة لها شبكة الصرف الأمطار بالمشروع ده بالزاد وإحنا بنشتغل الحتة بنشتغل بيها وبنلش على مكان آخر إلا ما بعيد الشيء الأصل وأعيد بس بمنديد عشان الناس تبقى مبتاعة لأن أنا أنا بشتغل في موسم الصيد ودهش أستغل في موسم النوائط فأنا نستغل وتسيب في ظل عز الزحام كما فصت لنوائي هل أنت كمهندسة في كشركة استعانتوا بالأبساط من درس الفلاكية عرفتوا كميات الأمطار من بداية المشروع خالص طلبنا دراسة من هيئة الأرصاد بكميات الأمطار خلال 50 سنة عشان نعمل الدراسات بتاعتنا عليها وبنينا عليها فعلاً الكميات المتوقعة ثبوتها في الأماكن اللي إحنا بنكفزنا فيها المشاريع أعرض أو المشاهد ما بيتممش كما قالوا الكيلومتر و كميات الشبكة المواسير باتين من الثمان عشان نتكلبها لكن المطبع إنه إحنا باتحنا الشارع الوينته بنعمل به إيه؟ هنتخل السنة عشان يرجع الشارع وعاد شيء لاصم ثم أول ما تبدأ النوات يبقى ما بيش أراضي لنيه في الموطات أولاً ثلاث مشاريع اللي أبقناهم المعحلة الأولى وهما في الواطرا والإران شاطي وتالث مشاريع الحاليين اللي هما بيتم في سموحة واحد محمل اللي يبقى الموطات والدين بيه أمان سموحة خطصة عمانويل وعبين بيغرأ أبيه المشروع الثاني إن نقلوا الهندسة أو شوقنا بيغرأ أديه دول الثلاث مشاريع اللي هم شغلين فيه وإن شاء الله زي ما وعدنا أو وعدتون إن نقلص قبل بدل من نسم الشيب إن شاء الله بيغرأ أمانويل موقع الثالث من شكل عام دان الخريطة دي بالبضح أي نقلوا الهندسة جاء فندم إحما أن نجمع المية بتاعك الزون دي كلها مية الأمطار بتاعك الزون دي هندخلها هندخلها على ترية المحمودية وبالتالي ترية المحمودية المية اللي فيها دي لما بيفيد المية عنها عن حد معين بتتحول المية دات للمطار لأحيرة المطار ومنها إلى مشروع الدلتة الجديدة بنعمل آه بنعمل زي نقاط تجمع بالزبط يا فندم بالزبط يا فندم وخط رئيسي بيسحب المية كلها يوديها على الآرف نقطة المشروع التالي دي يا فندم ده مشروع آآ سموحة دي الخطوط الرئيسية بتاعة الصرف أو الخطوط الانحضار الرئيسية بتاعة الصرف طبعا بقية الزون اللي هي محددة باللون الأزرق دي يا فندم دي المنطقة المخدومة بالمشروع والجزء اللي موجود ما بين الخطوط السفرة والسيان دي يا فندم المية بتتحرك فيها بالجاذبية بميول الأسفلت وبالتالي أي معلش نحاوز أفعل فرد الفندم الموعات المخدومة اللي هي دي كلها يا فندم المحددة باللون الأزرق دي كلها ده الأزرق ده كل ده يا فندم محدد معنا ده إحنا شغالين من المشروع بيستهدفه وطبعا قبل ما بنخطط الخطوط بتاعة الصرف دي كلها بنعمل أعمال مساحية بتبين ميول المنطقة دي كلها بتودع لفين والشارع الأوطى فيهم هو ده الشارع اللي احنا بنلم فيه المية وبالتالي بنحركها إلى أقرب نقطة تصريف إلى مشروع الدلتة الجديدة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لو قلنا ونجزة كم في المية لغاية المعرفة والله فندمي احنا يعني نقدر نقول إن احنا مثلا من خطوط الرئيسية الرئيسية ممكن يكون خلصة حوالي سبعين في المية وشغالين دلوقتي في الشنيش وفيه شوارع بالفعل اللي قلصت ربطة يعني زي شارع مثلا البرت الأول خلص شارع إسماعيل سري برضو قلص ربطة ولسه الجاري العمل في بقية الشوارع لأنه برضو زواحتك عارف المرافق الكتير يعني شوية بتعطر العمل حدثي بس المشروعات المراتي مختلفة عن المرة الأولينية المرة الأولينية كانت في طوط الحضار بس مشروعات الثلاثة دولة خطوط الشبكات خطوط الحضار وفيه خطوط الطرق وفيه محطات ربطة بيزعلني جدا إن البعض أولا لازم نتفع إن كلهم محبين الإسكندرية وخيفين على الإسكندرية كويس لكن البعض منهم لا يستعن إن هو يتفهم إحنا بديعملين طب إنت شارع نفسك كويس أكيد يعني أنت كمان عندك موقع حيوي وتفاعلي ومتواصل مع الناس الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية مليون متابع سيادتك بتنزل الشارع وتقابل الناس يوميا ولو منزلت الشارع في يوم بيبقى مشكلة مشكلة جواينا هل تستمع إن يوم؟ إحنا عد على الأرض وعد في أهوى صغيرة مسمىها قهوة مش كافية بقى طبعا وعد في الشوارع وعد تحت عبلة النارة وعد مع الناس على الأرض عشان أسمع منهم وده كان أول تكليف ودويه بعد ما حلفنا لمين كان في خمترة يسأل لك عاوز المحافظ انزل الشارع وقعد مع الناس أي يوم أصعب تشتغل مسؤول أمني ولا مسؤول محافظ يعني هل المسؤوليات هنا اللي انت كاملوا ولا حصل ان انت شايف الوضع الوقتي خلنا أصعب مسؤولية بامنة مسؤولية الأمن الأمن أشتغلت أربعين سنة في الأمن لا الأمن عليه اللود عالي قوي الله يقفعونه والمحافظ الله يقفعونه تش عاوز أقولك يعني كتير ده يقوله انت محظوظ ان انت في اسكندرية اه ابتسام السيادة المحافظ تؤكد الإجابة التي لم يقولها هو في الفعل محظوظ في الأسكندرية لأنه يحب اسكندرية وهو غنية المفضلة على هذا التليفون شرط اسكندرية شكرا